اشتركوا في القناة لكنه لا يمكن لها أن تتمتع بالسلطة الشرطة وهذا واضح جدا الشرطة الفنلندية كانت رصدات ازديادا في عدد البلاغات المقدمة إليها ضد عدد من اللاجئين الذين يحملون الجنسية العراقية تتحدث عن ارتكاب اعتداءات جنسية في العاصمة السنكي وقد وصفت الشرطة ما يحدث بالظاهرة التي لم تشهدها فنلندا من قبل وخصوصا في احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة اشتركوا في القناة